توأم فراس ما جذبته مهنة تربية الأرانب فذهب فيه مشاريع الإنتاج الحيواني إلى مصار الطيور فكان استثماره في طائر السمان أو الفري من تابع أسطى صاحب فكرة مشروع طائر الفري أو السمان جاءتني الفكرة بداية أنه كنا نعاني من حساسية في مدى الربيع ومضاد الحساسية هو الهستامين فقلنا لماذا نرى مصادر طبيعية للهستامين فوجدنا أنه طائر الفري أو بيض الفري هو مصدر غني بالهستامين يعني مضاد للحساسية فقلنا اوكي يالله سنبلش نعمل تربية لطائر السمان بالفعل جبنا أول شيء اشترينا بداية المشروع اشترينا بيض مخصب وعملنا أول إنتاج لطائر الفري منطقة التي أعمل فيها تفقيس البيض الفري بيكون منطقة معزولة وبعيدي على المنطقة التربية حتى أمراض الطير لا تنتقل على المنطقة التي أفكس فيها لأن الطير أول ما يفكس السوس بيكون حساس لكل أمراض بداية فلجب أن تكون أنت بعيد عازل منطقة تعزل بين المنطقة التي تفقس فيها والمنطقة التي تربي فيها الطير فيها أكثر من صنف من طائر السمان أو سلالة منها الأبيض منها العادي البلدي وفيها منها الياباني كذا سلالة بعد مختار البيض مخصب وضعه بالفقاس لمدة 18 إلى 20 يوم بفقس البيض مستقبله في حاضن خاصة بداية تربية حساسة جدا خاصة لارتفاع وانخفاض الحرارة فنحن نراقب الحرارة بشكل مستمر على مدار 15 يوم بالإضافة لنختار لهم أسماء ونختار لهم علاف مناسبة لهم وكل مرحلة عمرية بعد 15 يوم نستعمل نوع علاف آخر وبعد ذلك نستعمل حسب طبيعة التربية إذا أريد أن يكون لاحم أو بياض للفري مشاكل طائر السمان نادر مشاكله قليلة جدا بمقارنة الدواجن الأخرى مقاوم لأمراض التنفسية مقاوم بعد 15 يوم كل مقاوم أكثر كل ما عمره كبر كل ما كان مقاومة للأمراض أكثر منتجات عندي هون طلب محلي كثير يعني حوال المولات الحوالين الجيران الأصدقاء يعني أخذوا كم الإنتاج بإضافة إذا كان عندي فاض في الإنتاج يعني في مولات في المنطقة يعني في معان مرز المحافظة برضو كمان في طلب كبير عالي عليه الحمد لله كان مشروع كثير ناجح كثير ممتاز خاصة أن طائر فري طائر مقاوم للأمراض والضروف الجوية اللي في السود المنطقة هي أصلا الشبك يعني منطقة بارد جدا بالشتاء فلكن الطائر هذا قاوم هذا الجواء وأعطى إنتاجه منتازة وكان كثير رائع كإنتاج لحوم أو إنتاج بيض الصعوبات الباجنة هاي في المنطقة هو قلة مربين طائر السمان فيش مربين في منطقة هاي إلا إحنا أو واحد شخص آخر الثاني فالمعدات والتجهيزات المحتاجة في الإنتاج مش متوفرة إلا نطلع مثلا عمان روح نجيبها نشتريها كذلك الأعلاف العلاف كمان نفس الإشي بيتواجهنا مشاكل إنه فيش هنا مربين نطائر في المطر نروح نجيب العلاف منها فإحنا يريت إنه يكون هنا في مربين أكثر من واحد حتى كلنا نستفيد يكون الإنتاج يعني تكاليف الإنتاج موزع على الجميع طار البيض الفري أو السمان كثير مفيد للأطفال اللي عندهم ضعوف النمو للأطفال اللي عندهم مشكلة في الحساسية أو بطء في نمو العضلات أو نقص عنده فقرة الدم هذا كثير ممناسب لأنه فيه كمية عالية من الحديد فيه بوتاسم عالي فيه كاليسم عالي فقيمة الغذائية عالي جدا أنا أتمنى أنه يعني الرؤية المستقبلية عندي أتمنى أنه يزيد عدد المربين الطائر السمان في المنطقة وأنه يكبر مشروع أنه حاب أن يكون مشروع على مستوى منطقة الجنوب كاملة خاصة أنه هذا المشروع مش متوفر عنا في الجنوب متوفر في المنطقة الشمالية ووسطى أمد الجنوب عنا مش متوفر فيه عندنا نقص في اللحوم السمان فيه نقص في إنتاج البيض السمان وفيه طلب عالي عليه فأتمنى أنه يعني المشروع يكبر أكثر من هيك